اللحظة ننتقل إلى الجزائر حيث قضت محكمة سيد محمد بالجزائر العاصمة أمس بسنة ستة أشهر منها غير نافذة إضافة إلى غرامة مالية تقدر بخمسين ألف دينار جزائري في حق الناشط السياسي كريم طابو بتهمة المساس بالوحدة الوطنية من المنتظر أن يغادر كريم طابو وهو ناطق رسمي لحزب الاتحاد الديمقراطي والاجتماعي غير المعتمد من المحتمل أن يغادر سجن القليعة في السادس والعشرين من الشهر الجاري تفاصيل أوفادي من تقرير مراسلين فيصل مطوي من الجزائر العاصمة رئيس حزب الاتحاد الديمقراطي الاجتماعي غير المعتمد كريم طابو سيغادر السجن نهاية شهر مارس الحالي بعد إدانته من قبل محكمة سيد محمد بالجزائر العاصمة بسنة سجن منها ستة أشهر غير نافذة كريم طابو أحد الوجوه البارزة في الحراك الشعبي أدعى السجن شهر سبتمبر 2019 بعدة تهم منها المساس بالوحدة الوطنية والمساس بمعنوية الجيش خلال المحاكمة التي كانت في أربع مارس الماضي رفض كريم طابو المناظر السابق في جبهة القوى الاشتراكية هذه التهم مضيفا أنه يدافع دائما عن الوحدة الوطنية المحامي مصطفى بوشاشي قال إنه سيستأنف الحكم لطلب البراءة التمة لأن كريم طابو بحسبها لم يتكب جرم أو جنحة بوشاشي أضاف أن طابو متابعة بسبب مواقفه السياسية والنظالية المعارضة الحركة الشعبية طلب منذ عدة أسابيع بإطلاق صراح كل السجناء السياسيين الجزائر فيصل مطاوي لمديان